السلام عليكم مرحبا مشاهدين الكرام أينما كنتم لسالة جديدة من يوتيوب وصلت لمعظم أصحاب القنوات وهي متعلقة بميزة جديدة تدعى معرف الحساب أو اسم الحساب وهي تعني أنه أي شخص لديه قناة يوتيوب سواء قناة كبيرة أو صغيرة أو حتى لديه قناة بها مشترك واحد فإن بإمكانه الحصول على اسم خاص بحساب قناتهم وهذا الاسم سيكون فريد من نوعه لصانع المحتوى ما يسهل العثور على قناته يبدأ هذا المعرف برمز الآت ثم يليه الاسم الذي اخترته لقناتك فإذا كان لديك عنوان يواري المخصص فسيتم الاعتماد على الاسم المخصص بهذا العنوان ويصبح الاسم الخاص بحسابك أو يمكنك تغييره كما تلاحظ هذه الرسالة التي توصل بها أصحاب القنوات مرحبا أصبح بإمكانك الآن اختيار اسم حساب لقناتك نود التذكير أنه إذا كان لديك عنوان يواري مخصص لقناتك فإننا نحجز لك هذا العنوان ليكون اسم حسابك في معظم الحالات إذا أعجبك الاسم يمكنك الاحتفاظ به أو يمكنك تغييره إذا أردت اسم حساب مختلف إذا بالنسبة لك إذا كنت من قبل قد قمت بتخصيص اسم خاص بقناتك على الواريل فإنه بشكل تلقائي سيتم تخصيص هذا الاسم لمعرف قناتك فإذا أعجبك هذا الاسم يمكنك الاحتفاظ به أما إذا لم يعجبك في أي وقت تغييره إذا لم يكن لديك عنوان يواري المخصص في الوقت الحالي فيكون بإمكانك أيضا اختيار اسم لحسابك إن أسباء الحسابات فريدة لذلك في حال اختيار واحد منها لن يتمكن مستخدم آخر من اختياره إذن قبل أن ننتقل إلى طريقة تخصيص اسم حساب خاص بك سنتعرف أولا على الميزات التي ستستفيد منها من خلال هذه الخاصية إذا استخدم متابعك أو أي شخص هذا المعرف في البحث فسيسهل عليهم البحث على قناتك بشكل مباشر وبكل سهولة خصوصا لو كانت قناتك في بدايتها يعني أنه إذا كان أي شخص يراب بالبحث عن قناتك ويظل في نتائج البحث العديد من القنوات بنفس الاسم فمن خلال هذه الميزة أو من خلال هذا المعرف فسيصبح الأطور على قناتك أسهل بكثير عندي قبل أما إذا أراد أي شخص أن يعمل لك منشن للإشارة إلى قناتك فيمكنه استخدام هذا المعرف بحيث قد يظهر في التعليقات مشاركات المنتدى أو حتى على الفيديوهات القصيرة وهو أمر سيكون مفيدا لقناتك إذا كنت ترغب بتخصيص معرف لقناتك اضغط هنا من خلال هذه الرسالة إذن مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط سيتم توجهك إلى صفحة جديدة إذن من خلال هذه الصفحة يمكنك مثلا دخول لتخصيص هذا المعرف من خلال المتصفح أو من خلال تطبيق اليوتيوب فإذا كنت ترغب بالعمل على متصفح الأنترنت فما عليك سوى أن تقوم بنسخ هذا الرابط يوتيوب دوت كوم سلاش هندل ومن خلال هذه يمكنك توجه إلى الصفحة الخاصة بإسم المعرف على متصفح الأنترنت أما إذا كنت ترغب بالتوجه مباشرة إلى تطبيق اليوتيوب فيمكنك الضغط هنا إذا سنتضغط هنا للتوجه إلى تطبيق اليوتيوب إذن كما تلاحظون إخواني كرام إذن هذه هي الوجهة التي من خلالها يمكنك تخصيص معرف قناتك إذن كما تلاحظون من خلال هذه الوجهات سيصدر لك المعرف الخاص بقناتك مثلا المعرف الخاص بقناتي هو هذا المعرف بما أنني قمت من قبل بتخصيص اسم قناتي بهذا الشكل فقد تم إعطائي نفس اسم الرابط وتم تخصيصه على شكل أنه اسم حساب القناة في حالة ما إذا لم يعجبك هذا المعرف أو الاسم الذي تم تخصيصه لك من قبل فيمكنك الضغط على change handle إذا من هنا يمكنك إضافة اسم خاص بك اسم خاص بقناتك مثلا يمكنني إضافة أي اسم بشرط أن يكون هذا الاسم متوفر مثلا أردت أن أضيف اسم تقنيات للأسف this handle is taken للأسف هذا المعرف تم أخذه من طرف شخص آخر إذن يمكنني استخدام مثلا اسم آخر أو مثلا هذا الرابط ثم أضغط على confirm selection إذا انت اخترت نفس الاسم كما توحدون إذا كنت متأكد بأنك اخترت الاسم المناسب لمعرف حسابك فما عليك سوى الضغط على got it حالة ما إذا كنت ترهب بالبحث عن قناة شخص آخر مثلا أو بحث عن قناتك لهذه الطريقة سيتم البحث عنها وستضل لك اسم قناتك في الصفحة الأولى إذا للأسف لم يتم إلى حدود الآن تفعيل ميزة البحث عن القناة لكن في الساعات المقبلة إن شاء الله سيتم تفعيلها وستستعم من خلال محرك البحث الخاص باليوتوب بالبحث عن قناة أي شخص بهذه الطريقة إذن إخواني كرام إلى ونين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ونتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من خلال الضغط على زر لايك مشاركتي مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد في قناة تقنية دمتم في أمان الله